بسعادة بالغة زفى الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينيسكي بشرى وصول الدبابة الأمريكية أبرامز M1 لبلاده والاستعداد لدخولها أخيراً ساحة المعارك ضد روسيا فهل ستغير هذه الدبابة مجريات الصراع الروسي الأوكراني؟ مسؤولون أمريكيون أكدوا لصحيفة نيورك تايمز أنه سيتم إرسال المزيد من هذه الدبابات خلال الأشهر المقبلة ولم يتم الكشف عن عدد الدبابات التي تم تسليمها لأوكرانيا لكن نشرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الدفع الأولى ستكون ثلاثين أو إحدى وثلاثين دبابة الدبابة إبرامز M1 ثقيلة الوزن إذ تبلغ تقريباً ستين طن فيما تبلغ تكلفة الدبابة الواحدة نحو خمسة ملايين دولار ولها مدفع من عيار 120 مليمتر مزود بتلقات من اليورانيوم المنظب الخارق للدروع والخراصنات ويبلغ مدى إطلاقها للنار أربعة كيلومترات كما أنها مزودة بثلاثة مدافع رشاشة تطلق آلاف الرصاصات المختلفة لكنها تعمل بوقود الطائرات وهو إحدى العقبات بسبب ارتفاع التكلفة ومتطلبات الصيانة خبراء عسكريون أكدوا لشبكة سيان الأمريكية أن الدبابة إبرامز تعد أقوى سلاح هجومي تم توفيره لأوكرانيا حتى الآن وفي حال استخدامها بشكل صحيح مع التدريب اللازم قد تساعد أوكرانيا في عملياتها الميدانية ضد القوات الروسية ومع ذلك فإن خبراء رابطوا إمكانية انتصال القوات الأوكرانية في المعارك بالأعداد المتاحة من تلك الدبابات ووقت تسليمها وتدريب الأطقم عليها بالإضافة إلى كيفية توظيفها في ساحة المعركة والتغلب على عقبات الصيانة والتزود بالوقود خبير المدرعات المتقاعد كريتون أبرامز والذي نسب اسم الدبابة لولده أشار لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن نجاح الدبابة في أوكرانيا مرتبط بوقت التسليم وبناء مغزونات الإمدادات خاصة وأن من الصعب صيانة الدبابة إيبرامز وتوفير قطع غير لها كما أن من الصعب تدريب الأوكرانيين عليها بالإضافة إلى ذلك حذر مسؤولنا عسكريون أمريكونا صراحة من أن هذه الدبابات سلاح معقد لا يناسب القوات الأوكرانية بكل هذه الميزات والأراء المتباين يظل في سجل أوكرانيا أن إمدادات الأسلحة من صواريخ ودبابات وأنظمة صواريخ أوروبية وأمريكية لم تساعد كييف حتى الآن على إظهار أي تفوق في المعارك أمام روسيا فهل بالفعل ستحدث الدبابة إيبرامز الأمريكية فرقا أم أن هناك أزمة تكمن في العنصر البشري هذا ما سيجيب عنه الميدان في الفترة المقبلة